أيضا من التهيئة النفسية أن الإنسان يقرأ في فضائل هذا الشعب آه جميل الإنسان ما يمكن يقدم على عمل إلا و لابد يكون فيه دافئ و يكون هناك هدف يريد أن يصل إليه هناك جائزة يريد أن يحققها هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا صفات الجنة و نعيم الجنة كل هذا من باب الترغيب فالإنسان ينبغي أن يقرأ في فضائل هذا الشهر و يقف معها وقفة متأمل و أنه ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة له في شهر رمضان كم من أناس كانوا معنا في سنة ماضية ربما لا يدركون هذا الشهر و لو قيل لهم تمنوا لتمنوا ليلة من رمضان فقراءة فضائل هذا الشهر يعني حينما يقرأ الإنسان مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معناه يهيئ نفسه أنه بإذن الله لا يتضجر من الصيام و لا من القيام و أن يكون إيمان بفرضية هذا الشهر و احتسابا للأجر مهما حصل فيه من نصب فهذه التهيئة في قراءة الفضاء المحفزة حينما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر قال آمين 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 فقال أتاني جبريل الشاهد من هذا أنه يا محمد رغي ما أنفو رجل أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين إذن الإنسان في رمضان هو أحد أمرين إما أن يكون مغفورا له و له ماذا الجزاء الأوفى و إما أن يكون ممن نالته هذه الدعوة فيحرص الإنسان أمام هذه الفضاء لما يقرأها من الآن فإنه يتشوق لهذا الشهر أيضا من التهيئة قراءة أحكام الصيام 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 لأن بعض الناس ربما يبدأ معه رمضان أول يوم و ثاني يوم و يقع في خلل و يقع في أخطاء في الصيام لكن لو استدرك ذلك فإنه يبدأ و يكون قد استوفى هذه الأحكام كلها و هدي السلف في صيامهم سواء كان الهدي الصيام من ناحية الأحكام الشرعية أو كان الهدي من ناحية ماذا يعملون في نهار رمضان و في ليلي رمضان فهذا جانب مهم الإنسان لا يمكن أن يحركه إلا العلم و أن يعرف أن هناك جائزة تنتظره و هدف و رغبة يريد أن يصل إليها إليها